بعد أن تعطل لأسباب سياسية وتشريعية يعود الحديث عن ملف التغييرات الوزارية مجددا لكن هل ستكون هذه التغييرات على وفق تقييم مهاني أم أن للمحاصصة السياسية رأي آخر الإشكالية الراهنة ورغبة الشارع نقلها مصطفى علوش قد تكون ورقة التغيير الوزاري في بعض مفاصل الحكومة الحالية هي أحد المشاهد التي سيدفع بها رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة بعد تأشير عدد من الإشكاليات والتلكؤات مراقبونها بيانوا أن التقييمات والتغييرات كانت ضمن استراتيجية الحكومة لما بعد الأشهر الأولى من عمرها لكنها تعطلت بسبب غياب رئاسة أصيلة للبرلمان السيد السوداني كان عاقد العزم على إجراء تغيير وزاري من فترة طويلة لكن بسبب انشغالات أعظام مجلس النواب ما يتعلق برئاسة البرلمان هذا الأمر أجل أجل موضوع التغيير الآن يبدو أن الكتلة السياسية متوافقة على تغيير يعني أن يكون هناك رئيس للمجلس النواب خلافاتنا سياسية ألقت بظلالها على المشهدين التنفيذي والتشرعي لذا تدعو أوسط سياسية إلى لملمة هذه الإشكالات والانتقال إلى ما يحتاجه المواطن سواء فيما يتعلق بتشريع القوانين أو أدى المؤسسات التنفيذية تاج إلى أن يكون البرلمان حقيقة في وقفة جادة وفي إنهاء هذه الخلافات وانتخاب رئيس للبرلمان من أجل الذهاب إلى تمرير القوانين التي لا زالتها على درج مسل النواب خصوصا هناك قوانين اقتصادية هناك قوانين دات جنبة اجتماعية هناك قوانين يتعلق بأمن المعلومات بالإضافة إلى ربما القانون الأهم في هذه المرحلة هو قانون النفط والغاز وقبالة التغييرات الوزرية تدعو أوساط الشعبية سلطة التشريعية إلى ممالسة دورها الرقابي لتقييم الأداء الحكومي مصطفى علوش الرابعة مصطفى علوش الرابعة